مختارعين ماتوا بسبب اختراعتهم سنة 1910 خياط فرنسي اسمه فرانز رايكلت اخترع اول مظلة او برشوت في التاريخ لكن لما جاي جرب الاختراع ده على نفسه من برج ايفل اول مناط بيها من على برج ايفل المظلة بتاعته ما فتحتش ومات في الحال سنة 73 واحد اسمه هنري سلومونسكي اخترع اول سيارة بتطير في التاريخ وبالفعل السيارة بتاعته طارت في الهواء لكن الجناح اليمين بتاعتها تخلع وهي في الجو ووقعت على الارض ومات هنري فيها سنة 85 قرل سوسك اخترع برميل يتحمل السقوط من الاماكن العالية لكن لما دخل جوه البرميل ده ورمى نفسه بيه من شلالات نياجرا مات على طول جوه البرميل بعد ما اصطدم بالصخور تحت الشلال واحد اسمه فرانزيس ستانلي سنة 1896 اخترع اول سيارة تمشي بمحرك بخاري لكن لما جاي يمشي بيها دخلت بيه في كومة خشب وتقلبت بيه ومات في الحال ترجمة نانسي قنقر